اشتركوا في القناة الآن ننبلش نتكلم في موضوع كثير هام وبلزمنا في بقية القواعد الموجودة في المادة ما يسمى الآن وهو ما يسمى هسا الآن اللي هي أزمنة أزمنة الأفعال الآن فيش تتزمن أزمنة الأفعال قبل ما أبلش أنا في أزمنة الأفعال أنه من نعرف الكتاب المدرسي هو عملها على شكل مين على شكل ريفيجين والمقصود في ريفيجين هي عبارة عمين عن مراجعة تمام الآن عملها عن مراجعة ليش عملها عن مراجعة طبعا إحنا حنتناولها كل واحد أوكي على حدة أوكي حتى نغطي التنسز أو الـ 12 زمن الموجودات في المادة الدراسية لأنه أصلا التنسز يعني بيعتمد عليها بقية قواعد المستوى الثالث لازم أتمكن منها بالرغم أنه بيجي سؤالها أوكي كسؤال بيجي عنا اللي هو مباشر كسؤال إما correct والمقصود فيه هو تصحيح الأفعال وإما يأتي سؤالها عبارة عن multiple choice اللي هو كسؤال دائرة وإما أن يأتي سؤالها لبعض أو لزمنين زي زمن المضارع التام المستمر وزمن الماضي التام يأتي سؤالها أوكي زمنين عنا على شكل ريرايت والمقصود في ريرايت هو إعادة كتابات الجملة تمام نعرف أنه تنسز أوكي بيجي عليها سؤال مباشر أوكي اللي هو علاقة بالcorrect إما أن يكون تصريح أفعال وإما أن يكون multiple choice اللي هو سؤال الدع دائرة وإما أن يكون ريرايت لأن ننتبه أنه عملت ريرايت فقط لزمنين كما هو موجود في الكتاب المدرسي أو إش لزمن المضارع التام المستمر تمام كما هو موجود في أسئلة المراجعة الريفيجين وعندنا أيضا لزمن أيضا الماضي التام رحل التوالهن لما نصل المضارع التام المستمر وزمن أيضا اللي هو الماضي التام الآن ليش بتلزم التنسز نعرف بداية تلزم التنسز أوكي فور اكزامبل إحنا ما بنقدر نتعلم الباسف اللي هو درس المجهول إلا من خلال معرفتنا إلى التنسز مثلا ما بنقدر نتعلم اللي هو درس الربورتد سبيج اللي هو الكلام المنقول تمام إلا من خلال أوكي معرفتنا أيضا بالتنسز تعرفوا لأن الكلام منقول نحول من مضارع إلى ماضي ومن ماضي إلى ماضي التام فإذا كان الطالب أصلا فاقد الأزمنة أو ما بعرف يستخدم الأزمنة لا يمكن يتعامل أو عنده القدرة يتعامل مع قائلة الكلام المنقول تمام الآن نيجي على درس بعدي أوكي فور اكزامل درس اللي هو الكاؤزوتيف أوكي الجمل السببية لا يمكن نتعامل معها إلا بوجود من التنسز لا تعتمد أيضا على التنسز تعالوا علي درس اللي بعدها درس الـ أو ما يسمى بال اللي هي الجمل ما لها الشرطية ولا يمكن في الأربع أنواع أو من الثلاث أنواع المطلوبين معنا بالفصل الأول إلا من خلال أوكي معرفتنا في التنسز معناته أوكي إنه دائما نعتمد في قواعد مستوى الثالث نعتمد على مين على التنسز فلازم نتمكن من إيش الأنزمين الموجودة في المادة الدراسية الآن نيجي على أول موضوع في التنسز اللي هو زمن مين زمن present symbol أو simple present اللي هو زمن المضارع البسيط بداية قبل ما نتعامل مع المضارع البسيط أوكي وكيفية حل الأسئلة الآن بنا نعرف شو القاعدة بدك تعرفوا إنه كل زمن له form أو structure تركيب معين أوكي حتى نستخدمه الآن أنا كاتب هون لكم إنه يوجد هناك قاعدتين لزمن المضارع البسيط المقصود قاعدتين هون إنه في عملية المفرد وعملية مين الجمع يعني إذا كان عنا الصبجيكت الفاعل إنه مفرد تمام يجب أن نعمل على إضافة مين أس إلى الفعل أو نضيف له إي أس أو نضيف له ما له آي أس ولكن بشروق ما نعرف إنه المفرد يضاف للفعل أس ومتى نعمل على إضافة لا إي أس معناته المفرد دائماً يأخذ أس في زمن المضارع بسيط في حالة الأفيرماتيف اللي هي حالة الإثبات تفهموا إنه ها نتكلم عن هذا الإثبات أما بحالة الجمع لبلورل دائماً يبقى الفعل بيس المقصود ببيس هو فعل مين فعل مجرد وما المقصود في الفعل المجرد الفعل المجرد هو الفعل الذي يخلو آخره ما في في آخره لا أس ولا إي أس ولا إي أس ولا إي أس ولا إي دي ولا إي ин جي تمام على سبيل المثال إننا بلاي بلايز بلايد بلايينج ألي بلاي 100% بلايز لا تعتبر فعل مجرد لأنها مزادة بـ S وعين بلايز لا تعتبر فعل مجرد مزادة بـ ED كون فعل منتظم وأيضاً بلايينغ لا تعتبر فعل مجرد كون موجود لنا إضافة من الـ ING معناته بلاي هو الفعل المجرد الذي يقل آخره من الـ inflections اللي هي حروف من الزيارة تمام؟ معناته في حالة الإثبات المفرد نضيف الفعل S أو ES أو ES وحالة الجمع يجب أن يبقى الفعل مجردا تمام؟ الآن هذه قاعدة الإثبات الآن ننتقل إلى موضوع آخر تمام؟ اللي هو برضو في قاعدة الإثبات يخص أحد أفعال أو يخص أفعال تبي وأفعال ريات تهاف الآن أستاذي إلى أن ننتبهان أنا كاتب إذا كان الفعل الذي بين الأقواس هاف أو بي نعرف قضية أوكي إنه دائما الإثبات نعرف المفرد يأخذ S والجمع يبقى الفعل مجردا لكن إذا كان الفعل الذي بين الأقواس والفعل الرئيسي أوكي لواء بي أو هاذ يجب الانتباه عند الحل لأن هذه الأفعال أفعال شاذة لا ينطبق عليها قواعد المضارع البسيط فالحل يكون كالتالي كيف؟ إذا أنا الآن إذا الآن تنتبهوا معاي الآن هنا إذا أنا بدي البي في زمن المضارع البسيط في حالة إثبات ما بقدر أنا للمفرد أضيف آس يعني ما بقدر أحكي بيز تمام؟ في الحال هاي في زمن المضارع البسيط البي تصبح للمفرد إز ونستخدم إلى ضمير متكلم آي أو كي آم ونستخدم إلى البلورال اللي هي حالة الجمع نستخدم موضع آر نفهم أن المضارع البسيط من بي هو عبارة عن إز أو آم أو آر حسب الفاعل مفرد أو جمع إذا كان المفرد إز إذا كان آي آم أما إذا كان جمع آر تمام؟ وأيضاً ما ينطبق وعلى البي ينطبق على الهاف وأيضاً الهاف لا يمكن بحالة المفرد أن نضيف لها أس مما تصبح هاف هذا أحكي غلط فيجب العلم أن الهاف في زمن المضارع البسيط يجب أن نستخدم هاف لعملية الجمع ونستخدم هاز في عملية مين؟ المفرد تمام؟ معلاته هنا ممكن تتكلم أحكي هاي هاز and they have تمام؟ كجمع أمل بي he is for example and I am and they are تمام؟ معناته البي في زمن المضارع البسيط نستخدم is, are, am نستخدم الهاف في زمن المضارع البسيط إما هاز وإما هاف تمام؟ الآن هذا ما يخص حالة مين؟ الإثبات الآن نأتي إلى حالة اللي بعدها اللي هي حالة ما تسمى الانتروجاتيب أو النيغاتيب الآن حالة النفية الآن النيغاتيب أوكي بنا نعرف أنا وياكم وعيد أن الزمن المضارع البسيط ينفى عن طريق أفعال تدو بس أفعال تدو ما هي أفعال تدو إنا نعرف إنه الدو هي عبارة عن تقسم إلى دز وتقسم إلى دو هذا في الفيرب نستخدم دز في حالة مين؟ المفرد ونستخدم دو في حالة الجمع أما الفيرب تو هو عبارة عن مين؟ عبارة عن دد وأيضا الفيرب إثري هو عبارة عن دن الآن ننتبه أنا وياكم هان الآن إذا ملاحظين إنه أفعال تدو هي بالثلاث حالات موجودة الآن كونه اسم الزمن بريزن سيمبل في حالة بريزن المضارع يجب أن نستخدم أفعال تدو في حالة المضارع وهي دز أو دو تمام؟ معناته ينفى المضارع البسيط عن طريق أفعال تدو في التصف الأول هي دز أو دو معناته للمفرد نستخدم دز نط تمام؟ هي دزينت ونستخدم في حالة البلورال هي مين دو ناط هي دونت كاختصار تمام؟ وأيضا يجب العلم أن دائما أفعال تدو أفعال تدو تمام؟ يجب دائما أن تطبع بفعل مين زي كنها الأس الموجودة في حالة إثبات المفرد انتقلت مين إلى دو فأصبحت دز تمام؟ فيجب أن يكون الفعل ما له فيربون أو بيس فوم ما يسمى الفعل المجرد وأيضا الدونت لما أنفي بطريقة الجمع الدونت أيضا يجب أن تطبع أيضا ماله في بيس فوم فعل مجرد معناته المضارع البسيط في النفي تمام؟ النقري نستخدم للمفرد مع فيربون ونستخدم دونت أوكي مع فيربون مين حالة مين لبلورال جمع ولكن أنفت انتباهك إلى قضية إلى ماذا بخصوص أفعالت بي تمام؟ أو أفعالت هذا كيف ننفيها في زمن المضارع البسيط لا يمكن ببي أن نستخدم أوكي اللي هي ما تسمى دازنت أو دونت تمام؟ فدائما البي إذا أنا بدي أنفيها في زمن المضارع البسيط ننتبه تمام؟ لأنها قادرة على نفي نفسها بنفسها فلا داعي تمام؟ نأتي ب دازنت أو دونت فنستخدم إما إذنت للمفرد ونستخدم ونستخدم أيضا اللي هو I'm not ل-I تمام؟ هنا معناته المفرد إزل إتجمع أرين ال-I تأخذ I'm not تمام؟ لأي وأيضا لدينا أفعالت هاف الآن ننتبه على بعض هون الهاف أوكي لا تستطيع أن تنفي نفسها بنفسها تنفي نفسها بنفسها فقط في حالة واحدة إن تبعت بفيرب ثري مما تصبح مضارع من تم أوكي معلة الهاف ما بقدر أحكيها زند بقدر أحكيها ذند ولكن تصبح لزمن المضارع المضارع التام تمام؟ لأنها في حالة نفي يجب أن تتبع بفيرب ثري لذلك تنفي الهاف بالطريقة التقليدية مما تصبح إنه هون لو doesn't have للمفرد وإنه don't have لعملية من الجمع تمام؟ دير بالكو الهاف ما لا إخواني لا تنفي نفسها بنفسها إلا إن تبعت بفيرب ثري فعل تصريف مين ثالث مما تصبح ماله زمن المضارع التام رائد؟ الآن نأتي على الحالة اللي بعدها ما تسمى حالة الانتروجاتيف حالة السؤال لكوستشن الآن عندنا نعرف إنه أي سؤال ينقصب إلى قسمين إما أن يكون السؤال هو وهو السؤال الذي يبدأ بـ بأداة سؤال مثل عندنا بائما يجب أن يبدأ سؤال بفعل مساعد ربما أن يكون أحد أفعال ممكن أن يكون أحد أفعال مين حسب الزمن ممكن أن يكون أحد أفعال وربما أن يكون عبارة عن مين عبارة عن موذلز تمام لن نعرف إنه عنا نعين مين للسؤال الآن أدت سؤال 100% حتى تكون موجود في سؤال الوزارة الآن نأتي هان خنفترض إنه أنا أساوي سؤال yes or no question الآن نتبهوا عليها الآن في سؤال yes or no question نبدأ الجملة بفعل مساعد أحد أفعال to be أو do أو have models ولكن نستخدم نفس الأفعال المساعدة لزمن مين المضارع البسيط تمام طب ما هي الأفعال المساعدة التي تستخدم في زمن المضارع البسيط وأيضا هي موجودة وواضحة في حالة النفل هي doesn't أو don't معنى يجب علينا في زمن المضارع البسيط أن نستخدم أحد أفعال to do does و do في حالة من في حالة السؤال فدائما نبدأ نستخدم المفرد إذا كان الفاعل مفرد نستخدم does تمام زائد مين subject اللي هو الفاعل وحسب الفاعل هو بحدد نستخدم does أو do إذا ملحظين هنا إن المفرد إذا كان subject مفرد نستخدم مين does أما إذا كان أوكي إن الفاعل ماله إذا كان الفاعل جمع يجب أن نستخدم مين do تمام معنى في السؤال المفرد يأخذ عنا ماله does وعنا أوكي الجمع يأخذ مين do لاحظوا أن الفعل المصاعد يسبق الفاعل تمام معنى does أو do ومن ثم مين الفاعل أوكي زائد مين زائد له الفيرب ويجب أن يكون الفيرب هو عبارة عن فعل base تمام ليش بسبب وجود مين does أو do وdoes أو do تحكم عن فعل أن يكون ماله base هو فعل ماله مجرد وأيضا في حالة الwh question ما هو الاختلاف الاختلاف كالتالي أن سؤال الwh question هو سؤال يبدأ بwh بأداة سؤال إما زي أو إما زي where أو إما زي مين for example لها وين نفس structure بكل نفس البناء يعني معناته أداة سؤال ثم يado حسب مين حسب الفاعل مفرد أو جمع زي المين الفعل ماله يجب أن يكون ماله مجردا تمام معناته تكلمنا عن في حالة الاثبات تكلمنا عنه بحالة النغative النفي وتكلمنا عنه بحالة السؤال أو وتكلمنا فيما يخص أحد أفعال به أو أفعال في حالة الإثبات وحالة من النفي تمام الآن تعلمنا القواعد الموجودة للإثبات والنفي والسؤال الآن خلينا نتكلم أنه لماذا يستخدم المضارع البسيط بما يسمى اللي هو الوسيج الآن خنشوف أو نطلع نستعرض ما هي استخدام المضارع البسيط الموجود زي ما تعلمنا في المراحل السابقة أو صف السابقة الآن أول استخدام للتحدث حول أنشطة نقوم بها ب انتظام اللي هي كنا نسميها عادات تمام روتين أو روتينات أو اللي هو ما له تقاليد أو عادات الان نفهم هان أنا وياكو أنه يستخدم زمن المضارع البسيط للتكلم عن هابت تمام عن عادات زي ما تعلمنا بالصف الأولى تعالوا احنا أنا مستعرض نحكي بعض الأمثلة حتى أبين الاستخدام الأول أن المثال العديد من السياح يسافرون لرؤية الأماكن تاريخية باللاحظ من وجود الألحظ تأتي خط الجملة تتكلم عن عاد ما لها متكررة أن أحمد يدعو أحمد أصدقائه إلى عيد ميلاده أو حفلة عيد الميلاد سنويا معناته يقوم بشكل ماله متكرر الآن رقم ثلاثة أحد المرضى يأتي إلى المستشفى مرتين بالأسبوع برضو تدل على تكرار أو على عادة تمام معناته أول استخدام يستخدم لزمن هو التكلم عن عادات الآن نأتي إلى الاستخدام رقم اثنين لتكلم عن أوضاع أو مواقف تدوم أو دائمة أو أحداث تدوم لفترة طويلة الشغلات تدوم لفترة طويلة الآن نيجي هام اللي هي ما تسمى عنا بالجنرال فاكتس المقصود عنا بالجنرال فاكتس اللي هي حبابي الحقاق من العامة لما أحكي لك أبو الشباب يتكلم أبو الشباب اللغة الإنجليزية هذه حقيقة عامة وتدوم لفترة مالها طويلة تمام الآن خلنستعرض الأمثلة الموجودة أن أحمد speaks Arabic language with his parents يتكلم أحمد مع والديه باللغة العربية حقيقة about what أحمد البعض جميع أخوة هدا live together يعيشون مع بعض في نفس المنزل برضو it's a general fact الآن نأتي إلى الاستخدام رقم ثلاثة to talk about حقاق general truth حقائق عامة facts حقائق or proverbs أو مين إليها الأمثال الشعبية الآن نيجي هم facts الآن facts إنا نوعين إما أن تكون عامة أو علمية الآن نتكلم هون المثال رقم واحد the planets revolve around the sun تدول الكواكب حول مين حول الشمس تمام هذه عبارة عن مين هذه عبارة عن scientific facts هي حقيقة ملاعلمية والحقاق العلمية هي حقاق ملاعلمية لذلك نستخدم فيها زبن مين the present sample إن the sun rises from the east تشرق الشمس من الشرق هذا أيضا عبارة عن مين عن scientific facts أيضا حقيقة ملاعلمية إن a bad work man بلام his tools دائما خنحكي هنا as a proverb دائما الرجل يلوم أدواته في عمله الأفعال أحده ما له من الأقوال تمام هذا برضو مثل شعبي البعده برضو مثل شعبي birds of feather flock together معناته نستخدم زمن المضارع البسيط في general truth حقائق عامة أو facts أو الحقائق العلمية أو proverbs الأمثال الشعبية الآن نيجي على المثال اللي بعده أو خنقول استخدام رقم أربعة ننتبهله من أحد وكان عليه السؤال في الوزارة في أول دورة إن تتوك للتحدث about time schedule نحن كنا نسميها time table تمام المواعيد المجدولة المواعيد المجدولة تدل على حدث سيحدث في المستقبل في موعد معين يعني سبب استخدام المضارع البسيط في الاستخدام الرابع للدلالة على من لفتر المستقبل أو حدث سيعمل به في لحظة معينة وين في المستقبل هذا ما يسمى من time table طب كيف نعرف أن الجملة تتكلم عن من عن time table تمام أو المواعيد المجدولة الآن نطلع على مثال رقب واحد سيغادر القطار المحطة الساعة الثامنة صباحا تمام الآن إذا ذكر في جملة مين اللي هو ماله الساعة إن ذكر بالجملة ساعة يجب العلم أن الجملة تتحدث عن ما يسمى time schedule أو time table تمام ستقلع الطائرة ستقلع الطائرة على الساعة الخامسة مساء بسبب ذكر أننا الساعة الموجودة دلت على time schedule ممكن أن يأتينا كسؤال language function يجيب لي الجملة هاي أو جملة ثانية أو على شكلتها يحكي لي في سؤال study the following sentence ادرس الجملة التالية then أو and then ومن ثم answer the question أجيب السؤال الذي يليه على سبيل المثال أوكي أعطاني the train leaves the station at 8 a.m. بسأني what is the language function ما هي الوظيفة اللغوية لأوكي الجملة السابقة to the above sentence فبيكون جوابي لو to talk about time schedule أو نكتفي time schedule أو time what time table إذا نأتي إلى مثال آخر أتى في المزارة في أول دورة لما جابوا السؤال عندنا هام عيد الأطحى فراغ at the 10th of the الحجة according to the Islamic calendar جابونا من أقواص بجن الآن أستاذي الجملة حكينا نعرف أن الجملة نتكلم عن time schedule مواعيب مجدولة إذا ذكر في جملة ساعة هاي رقم واحد رقم اثنين تمام إذا ذكر في الجملة تاريخ مناسبة ثابتة في المستقبل زي عيد الأطحى نعرف جميعا أن عيد الأطحى يبدأ في العاشر من ذو الحجة حسب التقويم مين الإسلامي فوجود تاريخ ثابت اللي هو عشرة ذو الحجة في الجملة دلت أنه في time schedule لذلك يجب أن يستخدم زمن المضارع البسيط عيد الأطحى مفرد معانته نضيف للفعل ما له هذا كاستخدام رقم مين أربعة الآن نأتي أوكي تعرفنا تعرفنا على اللي هي قواعده تعرفنا على استخداماته الآن فيه إنما يسمى indicators أو يسمى keywords الدلالات أو الظروف مين أو المؤشرات أو ظروف المصاحبة اللي عنا اللي هو usually عادة often غالبا sometimes أحيانا generally عموما regularly بانتظام habitually اعتياديا normally اعتياديا daily يوميا monthly شهريا yearly سنويا hourly كل ساعة frequently بشكل متكرر occasionally مناسبة from time to time من وقت إلى آخر rarely نادرا seldom نادرا every وتكون مربوطة إما everyday أو every week أو every hour أو every أو ever أو never تمام هذولا تعترف من ممين من مؤشرات المضارع البسيط تمام وأيضا كلمة once و twice ويجب العلم أن once و twice حتى تكون من دلائل المضارع البسيط يجب أن تتبع بتايم أوكي بوقت تمام إن لم تتبع بوقت تصبح مبارع تام زي ليا once a day أو once a week ليا مرة بالأسبوع أو مرة بالشهر هنا twice زي زي twice a day مرتين باليوم أو twice a week أو مرتين بالأسبوع تدول العالمين على تكرار الدلال الأخيرة عدد زي times زي 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 three times a week ثلاث مرات بالو في الأسبوع two times a year مرتين وين في السنة six times a day ست مرات باليوم تمام فإذا تواجد في الجملة عدد زي time زي الزمن يجب العلم أنها من مؤشرات التي تدول على المضارع البسيط فإحنا لازم نحفظ هذه الدلائل فإذا شفت أي دلال منهم نعرف أن الجملة تتكلم عن زمن المضارع البسيط ونعمل على تطبيق قاعدته حسب الإثبات أو النفي أو السؤال والآن بنا ننتقل إلى التمرين الموجودة على زمن المضارع البسيط وما يتعلق بأسئلة الكتاب المدرسي الآن نبهع قضية قبل منحل حكينا أنه إذا في حد المفرد لما يكون الفعل لو يكون الفاعل مفرد نضيف للفعل إما S أو E S أو A S نتكلم عن هذا الموضوع الآن إذا انتهى الفعل بأحد الحرف التالية X O S W S ش أو Z كمان تمام والفاعل مفرد نضيف من E S على سبيل المثال إنه watch انتهت بتش نضيف watches E S go انتهت P O نضيف what E S goes do انتهت P O نضيف E S what it does تمام الآن هذه أول حالة ما تنضيف من E S right الآن الحالة الثانية إذا انتهى الفعل بحرف ال Y وكان قبله شريطة نكون قبل ماله حرف من ساكن consonant طب شو الحروف الساكنة الحروف الساكنة أي حرف غير حروف العلة وحروف العلة هي O A I and E and U أي حرف غير هذه الحروف يعتبر هو عبارة عن حرف ساكن تمام معنى إذا انتهى الفعل بحرف ال Y وكان قبله حرف ساكن مش حرف علة أوكي والفاعل مفرد فإننا شو نساوي ال Y تحول لمن إلى I S بمعنى منها تحذف وتحول إلى I S على سبيل المثال إنها cry cries تمام حذفنا اللي هو من ال Y ضفنا I S fly عنا انتهت ب Y حذفنا ال Y أوكي ضفنا مين وهي I S flies رايت الآن ننتبه هنا أنا وإياكم الآن بتلاحظ إن ال Y شو قبلها حرف ساكن لم تسبق بحرف إيش ماله علة لذلك تحذف ال Y ونضع I S وأيضا إن الفعل على سبيل المثال study study أوكي انتهى ب Y وصبق بحرف مين ساكن تحذف مين أوكي اللي هي ال Y ونضع I S ليمين studies أما بقية الحروف أوكي فإننا نضع مين S زي clean انتهى بحرف عادي تصبح clean for example speak انتهت بحرف عادي تصبح مالها is what speaks تمام الآن الآن معناته نضيف للفعل is إذا انتهى الفعل ب O X Z أو double S نضيف es go goes وأيضا إذا انتهى الفعل بY وسبق بحرف ساكن وليس إلا نحذف ال Y ونضع I E S أما بقية الحروف نضيف ماله ال S الآن نجعل التمرين مباشرة حتى نحل على هذا الزمن نتناول أيضا أسئلة الكتاب المدرسي عندها مثال رقم واحد Muslims المسلمين five times a day الدلالة عندنا معها لها five times a day تمام على زمن المضالع البسيط للتكرار تمام أو للهبت العدات الآن عندها هذه الدلالة لتلك المضالع البسيط إما إثبات أو نفي أو سؤال الجملة إثبات أنه لا يوجد ضط بين أقواس تمام ولا يوجد ماله اللي هو لا دبلو أتش ولا يسأل أقواس شن معنى أن Muslims جمع يبقى الفعل مجردا هو ماله هو بري مثال رقم اثنين جودن many historical places that all the tourists come to see تمام الآن تتكلم عن حقيقة عامة عن general facts تمام أن الأردن تمتلك العديد من المواقع التاريخية التي يأتي جميع الزوار لرؤيتهم إلا أن بنا نطبق المضارع بسيط في الإثبات لأنه ما في عنا ناط ولا في علامة السؤال تمام تعلمنا أنه الهاب في زمن المضارع البسيط تصبح هاز إلى المفرد وتصبح هاز لمين إلى الجمع فإن جودن تأخذ ما له تأخذ هاز الآن نيجي على مثال رقم ثلاث poor man his neighbors to help him from time to time الدلالة عندنا from time to time على زمن البسيط وpoor man هو مفرد والجملة إثبات تمام ليست تفي ولا سؤال نضيف الفعل ما له as من مصرحان asks إلى مثال رقم أربعة sometimes she hear plans to reach the idea الدلالة عندنا sometimes على زمن المضارع البسيط ولكن حطني not معنى تبدو نفي كيف ينفى المضارع البسيط إما بdoesn't وإما بdon't تمام حسب الفاعل المفرد أو جمع إن الشي معنى doesn't ويبقى الفعل زي ما تكلمنا base مجردا هو order إلى رقم أوكي خمسة my classmates always happy about difficulty of education تمام الآن الدلالة عندنا هي always على زمن المضارع البسيط وعندنا بالأقواس هي we have not معتوا الجملة ما لها يجب أن تكون منفية وتعلمنا الللبي قادرة على نفي نفسها بنفسها فنستخدم إما isn't وإما aren't وإما me إليها I'm not تمام الآن عندنا my classmates اللي هو زملاء الصف هو عبارة عن جمع لذلك نستخدم مالها ليا aren't الآن نيجي على ستة they generally my opinions about learning and teaching languages تمام الآن باللاحظ الدلالة هي generally على زمن المضارع البسيط والحالية حالة إثبات لا يوجد نفي ولا سؤال وعند they يبقى الفعل مجرد هو support الآن اللي بعدها إن فرق she at work on time a day الدلالة a day على زمن المضارع البسيط إن إذا بنلاحظ الفراغ أتى في بداية الجملة وعند في الأخير في question mark 100% question ولكن أي نوع لquestion إذا جاء الفراغ في بداية الجملة يجب العلم أنه yes or no question yes or no question الآن الآن yes or no question طب ماذا أو تركيب المضارع البسيط في yes or no question تكلمنا نستخدم إحنا عندنا يا إما does يا إما do حسب مين حسب الفاعل زائد verb one زائد compliment زائد question mark تمام الآن عندنا شيء بدأك تعرفوهان إنه دائما في حال سؤال الفاعل يؤخر بيك تعرفو الفاعل يكون بين الفراغان دائما في حال سؤال يكون الفاعل بين الفراغين ليش لأنه أصلا هي أصل الجملة she does في حال سؤال does she يتقدم الفعل المساعد على الفاعل فإن الش مفرد نستخدم هنا does أما الفراغ الثاني يبقى الفعل مجردا طلعوا كيف إن does أول شي ثم مين الفاعل هو subject الآن ثم مين هو verb بسبب وجود مين does معنى يبقى الفعل المجرد هو arrive الآن ثمانية أوكي why our neighbors sometimes the house early الآن عندنا الدلال sometimes والجملة هي wh question تكلمنا الفرق بين wh question والyes on question أن wh يبدأ بأدا سؤال أما yes on question يبدأ مباشرة بفعل المساعد معنى أدا سؤال موجود بلنستخدم إما does وأما do حسب الفاعل ويكون بين الفراغين تكلمنا عندنا our neighbors جمع ما تستخدم من هنا do ويبقى الفعل مجردا هو هنا leave إلى الرقم 9 my brother أخي coffee at home every morning الدلالة every morning وعندنا negative نفي معنى إما doesn't أو don't وعندنا my brother مفرد نستخدم doesn't ويبقى الفعل مجردا هو drink الآن مثال رقم 10 الدلالة عندنا often والجملة بحالة الإثبات تعلمنا أن ال-b في المضارع البسيط في إثبات إما أن تصبح is أو r أو am فعندنا نستخدم مالها is إلا نجعل بعدها water of hydrogen and oxygen يتكون ماء من hydrogen والأكسجين هي h2o تمام إلا it is what a scientific fact هي عبارة عن حقيقة علمية تمام معاته مضارع بسيط والجملة هي في حالة من الإثبات معاته المفرد يأخذ أسم جمع وعند وواتر هو اسم غير معدود والأسماء الغير معدودة دائما تعامل المعاملة المفرد معاته نستخدم consist نضيف فعل مال واس consist of لأن رقم 12 an apple a day the doctor أوي إذا بتلاحظه it is a proverb هذا مثل من شعبي تمام إنه تفاحة باليوم تغنيك عن رؤية من الطبيب والجملة في حالة الإثبات وعند an apple a day هو عبارة عن مفرد تمام لذلك نضيف فعل المال واس مما تصبح مال it's what keeps إلى مثال رقم 13 عيد الأطحى وترى وان هذا السؤال وهو أحد أسئلت الوزارة في 2016 تمام يتحدث عن المواعيد المجدولة إنه عيد الأطحى يأتي في العاشر منذ الحجة هو تاريخ لمناسبة ثابتة في المستقبل حسب التقويم الإسلامي والجملة في حالة الإثبات لا يوجد نفي ولا سؤال إن إيد الأطحى هو عبارة عن مفرد لذلك نضيف الفعل s مما تصبح مال it's begins إلى مثال 14 هو أحد أسئلة activity book كتاب التمارين kids often computers better than their what parents تمام عند الدلالة often وعند kids هي جمع معنى في الإثبات في الجمع يبقى الفعل مجردا يبقى use إلى الآن 15 the plane to USA at 10 p.m. عند هنا ساعة معنى السؤال يتكلم عن time schedule عن الموعيد المجدولة لذلك نستخدم زمن المضارع البسيط والجملة في حالة الإثبات وعند the plane هو مال singular مفرد لذلك نضيف الفعل s take off تصبح مال takes off بما لا يقلع إلى ايضا activity book تمام اللي هو ان I come from عجلون but I am staying in عجلون for a few months I will return to عجلون in spring ننتبه لهذا السؤال الآن لما حكى هنا أنا أتيت من عجلون لما حكى I am staying in عجلون أنا أمكث في عجلون لبضح شهور تمام مع وجوده في منطقة أوكي هو إربيد لفترة مؤقتة تمام وحكينا I will return سأعود تعجلون سأعود إلى عجلون في الربيع معنى يدل أيضا يثبت أن وجوده في إربيد هو لفترة مؤقتة معنى المكان الدائم الثابت كزمن مضارع بسيط هو مين هو أوكي عجلون لذلك يجب استخدام زمن المضارع البسيط فإن I جمع يبقى الفعل مجردا هو مين هو كم هيك بنكون انتهينا من مراجعة زمن المضارع البسيط لننتقل إلى الزمن الآخر في نفس ماله اللي هي أزمن المضارع ترجمة نانسي قنقر